قال مفروض قال شي واحد يقال لي كون كنت انتوجه تقول أقل شيء أقل شيء تنديدا كاملا بالجرائم التي تقوم بها الصهيونية بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واحد اثنين دعوة القوى الغربية للتوقف عن دعم هذا الكيان الصهيوني لأنه يرتكب حتى بمفهوم القانون الدولي يرتكب جرائم بشعة ثلاثة المطالبة بالدول المجاورة له أن تقطع علاقاتها أو المطبعة أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان كل الدول مجاورة وغير مجاورة ربع أن يتم الدعوة لما يسمى الجامعة العربية وما يسمى العالم الإسلامي إلى اجتماعات على مستوى القمة تقول فيها الجزائر نحن يجب أن نناصر المستضعفين في غزة يعني يقولها الكولومبي ويقولها الدونزويلي وتقولها الإسبانية ويقولها آخرين وهذا وزراء أو رؤساء وما يقولهاش رئيس الجزائر خمسة نتنياهو نتنياهو وجنرالات ووزراء مجرمي حرب ويجب أن يقدموا إلى المحكمة الجنائية الدولية ستة إذا لازم الأمر نطالب أوباب ونوقف إحنا بيع بيترولنا وغازنا إلى أن يتم احترام حقوق الإنسان ويتم احترام الناس والبشر الذين يقتلون بلا حدود سبع دعوة الدول ولننقلكم فيها على السريعة دعوة الدول سفراء الدول الذين يدعمون الكائن الصهيوني بلا حدود طلبهم وتوجيه مذكرات احتجاج وإذا لازم الأمر سحب سفراءنا من هذه الدول حتى يتوقف هذا الجنون الضغط بكل الطرق ومع كل الجهات حقوقية دولية إنسانية حكومات إلى آخره من أجل تعديل الموقف ميش هذا الرد التافه انت على الإنسان التافه الذي لا يثقه شيء الفلسطينيين موش إرهابيين وموكنوش إرهابيين بدل ما يقول أن الفلسطينيين يدافعون عن حقهم في الوجود وهذا الحق مكفور بالشرع القانون الدولي وبشرع الأرض والسماء ونحن معهم يقول هذا الكلام وبعدين شيء آخر هاو التركي تكلم مع المقاومة وتكلم مع هنية الإيراني تكلم مع المقاومة وتكلم مع هنية ومع من يشعر في شكون القطري الكويت هتكلم أنت أيضاً مع المقاومة دير خطار شيء آخر بسيط جداً أجمع النطيحة والمتردية وما أكل السبع من كل اللصوص اللي رأم فيما يسمى بالبرلمان وخرجوا بيان بتجريم التطبيع ما زال لحد الآن التطبيع ليس مجرماً في الجزائر أو زاد الحد بيان ومعتوه تونس أو رفض تجريم التطبيع اللي كان المفروض يمر عند برلمان هذا اللي جابه على قياسه قال لهم لا لا ليس الآن آه ليس الآن لأن طليان والفرنسيس والألمان يشدهم من ودنه لأنها مرتزقة مجرد موظفين عند هذه الدول عند دول كبرى وأشياء أخرى أنا قلت لكم هذا على السريع وأهم من ذلك خلوا الشعب الجزاري يتظاهر خلوا المساجد خلوا المدارس خلوا الجامعات خلوا الناس تعبر في كل مكان أقل شيء شعب الجزاري عبر عن عن الألام يرسلوني بعض الناس كان يقول لي رأني أصبت بديبريسيون كان يقول لي رأني رأي جيني سكتغ دماغية كان يقول لي الوالد يبكي طول الوقت ويشوف فيما يحدث ولا أمي ولا خلوا الناس تعبر أقل شيء والحقيقة أنه كان خطوات وإزراءات كثيرة تستطيع الجزاري تقوم به دون الدخول في حرب هذا مش نقول لكم رسلوا الجيش وابعثوا من يش عارف شكون وشينغريحة وشينغريحة روما سروال ومش حاكم فيه لا لا رأنا نقول لكم غير الأشياء اللي هي مقبولة دوليا ومقبولة دبلوماسيا ومقبولة عمليا في علاقات الدول ليه هو نوع من الاحتجاجات هذه ولا شيء تببون قاعد جايب السفير الفرنسي قبل أسبوع يقحقه معاه بينما عارفنا الموقف الفرنسي من أبشع الموقف الأوروبي على الإطلاق صاحبه ماكرون طبعاً مو صاحبه ماولو ماكرون يعتبره عبيد ليس أكثر ويتحدثون الآن عن إمكانية زيارة تببون لفرنسا في الأسبوع القادمة يعني ما تحشموش يعني ما تكون جذرة كرامة يعني فرنسا لتأخذ أبشع المواقف ضد الفلسطينيين وليتدعم في هذا الكيان بكل الطرق الآن تناقش باش ترح تزورهم ما زال والله لا يجعل لك الأحرار يجعلون نحا زيارتك لفرنسا يجعلون لك جحيماً تأكد من ذلك يعني